أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وليل عهد رئيس مجلس الوزراء على ما يربط بين مملكة البحرين والجمهورية التركية من علاقات ثنائية مواصلة الدفع بمسارات العلاقات نحو أفاق أرحب بما يعود بالنفع والنماء على البلدين والشعبين الصديقين جاء ذلك لدى لقائي سمو وحفظه الله بقصر رفاع اليوم بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة سعادة السيد أيسن شاكيل سفيرة الجمهورية التركية بمناسبة تعينها سفيرة لبلادها في مملكة البحرين حيث تمنى سموه لها التوفيق والنجاح في أداء مهام عملها الدبلوماسي في المملكة لافتا سموه لأهمية استمرار التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهم الصديقين من جانبها أعربت سفيرة الجمهورية التركية عن شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على اهتمام سموه بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين مشيدة بما وصلت إليه هذه العلاقات من تطور وما حققه التعاون الثنائي من نجاح في العديد من المجالات